موسيقى السلام عليكم كديرين بخير السلام عليكم مرحبا بكم في قناة خديجة بن يونس اللي طبخوا الحلويات اليوم جيت نقدم لكم طاجين ديال الركان اللي هو القرش كيجي رائع بزاف تحية للناس اللي كيعرفوني من قبل ومرحبا بالناس الجدد وما تنسوش تابونوا عندي في القناة وفعلوا زيل الجرس ولايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله من عندي ونبدأوا ان شاء الله بالمقادر عندنا نسكس نخلط ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون وعندنا نسكس ديال عصر الحامط ونسكيلو ديال سمك القرش الروكان وعدنا جوج فلفلة حمراء وخضراء وصفراء مقطعين وعدنا جوج خيز زوية مقطعين وجوج بطاطات مقطعين وعدنا قصبر ومعد نوس مقطع مزيان وجوج ماطيشات صغر مقطعين وعدنا الكامون والخارقون بلدي والتحميرة والتومة ونسمعي القديم الملح صغيرة ونسمعي القديم الليفزار وورقة سيدنا موسى غادي نبدأوا بالطريقة غدا ناخدوا القصبر ديالنا اللي قطعناه مزيان يكون رقيقه مزيان حين الحوت كيبغي القصبر يكون مقطع مزيان او لهم دقوق في المهرز وغادي نضيفه له العطرية كلها اللي درنا القياس فتح ميرا والكامون والتومة وراس معي القديم الملح وراس معي القديم الليفزار ونحطف ضبس ورقة سيدنا موسى حتى نضيفها في الاخير غادي نضيفه الحامض ونضيفه زيت الزيتون وزيت المائدة خلطين ما عليكم إلا تتابعوا الفيديو ديالي حتى الاخير باش تشوفوا النتيجة كيجي طاجين رائع بزاف وشاهي ويستهل تجربة وغادي نزيدون 1-4 كاس حتى النصف كاس ديال الماء ونخلطون المكوينات ديالنا وغادي نشرملون الطريفات ديال الحوت انا استعملت سمك القرش اللي كيجي زوين بزف بزف وما فيهش شوك ما فيهش العدومة ما فيهش طريفة يعني تيجي رائع في الطاجين كنتمنى انكم تجربوا اكيد غادي يعجبكم بزف بزف كان اخذوا هذه الشرمولة اللي بقات على الحوت حينت درنا شوية الشرمولة زيدة كنضيفوا لها خيزو نشرملوه وكنحطو خيزو دينا هو التحتاني وما احسنك يكونوا عندك هدوك القصيبات كيدداروا في الطاجين كيجيوا رائعين اولى ورق اولى عواد الكرافس كيجيوا تاهمة زوينين في الطاجين انا ما بقاوش متوفرين عندي كنتنس تعملهم بزف الطاجين ولا دوك القصيبات كيجيوا هاكا ما تيخليوش الطاجين يتحرق وناصحة ان الطاجين تنقص عليه باش يطيب على المهل ديالو نضيفو خيزو كلو اول تحتاني باش يطيب لينا وصلا في كان نبدو نضيفو الخضار كاملة فلفلة بطاطا كلهم تنشرم لهم وكننضيفوهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقصنا عليه البطاط على المهل ضروري ما اعنديروا ديك القصدير اللي تتكل تحت نقصوا البطاط مزيان باش يطيب لينا الطاجين مزيان وحتى كيقرر بيطيبو تنضيفو زويتينات اللي عندنا ياما زيتون حمر ياما زيتون خضر بلا علف انا كيعجبني هات الزيت صراحة الله كيف كتشوفوا الطاجين كيتعلك تيجي يغزال سنتمنى تجربوه كيف كتشوفوا وطاجين دينا كي يزوين بزاف كنتمنى تجربوه وشاركو الفيديو ديلي مع النسلي كتعارفو ما تنسوش تابنو عندي في القناة وفعلو زيل الجرس ولايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله من عندي اشتركوا في القناة